أظنين كان في تجربة تعملها مع الشاب خالد؟ لا هو الشاب خالد يعني عفكرة يعني دي سكوب دلوقتي هنتكلم في حاجة أنا غنيت في ذكرى رحيل وردة في الجزائر غنيت مع مجموعة من الفنانين العرب في ذكرى غنيت العيون السود وقابلت الشاب خالد اللي كرمني بعد ما غنيت العيون السود على المسرع في الجزائر وكان في حديث بينه وبينه على أساس أنه ممكن نعمل دوتو صراحة ففي فكرة إن شاء الله عظيم جدا جدا طيب ودنزل البرامج اللي كتشف المواهب بتشوف أنها قناة كويسة لزهور المواهب طبعا شوف هي يعني كويسة بس الحلو بالموضوع أو الأهم المهم يعني يعني كتير بنشوف أصوات حلوة بتشارك في البرامج بس بعد ما بتكملش فدي المشكلة فإنت عايز بعد المشاركة هل حتستمر ولا مش حتستمر بغض النظر يعني في ناس من برامج فنية ما خدتش اللقب بتاع البرنامج لكنها كملت في عندك أمثلة كتيرة مثلا زي الفنان مل حمزين من أيام برنامج كان هو سوبرستار قبل حوالي أكتر من عشر سنين لكنه موجود مع أنه ما خدش اللقب وفي ناس بمجرد الموسم بيخلص بيتنسيوا بيقول النجوم بتوع الموسم جديد طبعا فالمهم أنه أنت تستمر إزاي إزاي تستمر؟ عشانا بحاول أتكلم مصر صراحة لا أتكلم فلسطيني نعتزي جدا بقولك اللغة الفلسطينية أكيد أنا برضو كمان أنا بحب أن أتكلم مصر صراحة لا لا يعني أنت تتكلم بلغتك ونحترم لغتك جدا الله يخليك فهم أنه كنت بتكلم أنه المهم الإدارة اللي حواليك بعد ما أنت تخلص مين هيشتغل معك؟ مين هيساندك؟ إيه نوعية الأغاني اللي أنت هتختارها؟ يعني بشكل عامل هو التيم اللي حواليك ده اللي حيساعدك أنك تستمر أو تقعد في البيت صراحة كمان الموهب برضو إلها دور يمكن يعني مش همضح نفسي مدح نفسه دائما يعني كذاب هيك المثل بيحكي عندنا بقول مدح نفسه كذاب كمان عايز أسألك أنت درس إعلام مصبوط وفكرتش تخش تبقى مزيع ومنافس لنا في شغلتنا تنفق مزيع والله؟ والله والله يعني مش هلال شوف فيه اختيارات معينة بالحياة أنا بصراحة ببدع في الغنى أنا بحب أغني لكن يعني ممكن 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 أفكر يعني ممكن أكون مزيع بس مش دلوقتي يعني بعدة كم سنة كده ترجمة نانسي قنقر